مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية واليوم درسنا إن شاء الله رح نبدأ فيه أول درس من المستوى جيبير رح نبدأ بلمحة عن المستوى أو عن الدروس الأولى بالمستوى رح تكون عبارة عن دمج لكل الأزمنة اللي نحنا أخذناها سابقا نحنا عنا خمس أزمنة أساسية اللي هي شمدكي زمان جانيش زمان جالجيك زمان بيليرليك جيتش مش زمان بيليرسيز جيتش مش زمان رح نحكي اليوم أو رح نحكي تحديدا بالدروس الأولى عن دمج الأزمنة كاملة الأربعة مع زمن واحد هو بيليرليك جيتش مش زمان لا يعطينا زمن اسمه هكاية تمام؟ الأزمنة الحكاية فرح أدمج جانيش زمان أو شمدكي زمان أو جالجيك زمان أو حتى بيليرسيز جيتش مش زمان مع اللاحقة الزمن بيليرليك جيتش مش زمان اللي هي د أو ت رباعيات طبعا أنا سابقا بالمستوى بابير عطيتكن زمن واحد من هدول الأزمنة اللي هو شمدكي زمان هكاية سي اللي أنا أدمج فيه الزمن شمدكي زمان اللي هو اللاحقة يور معه لما نقول هكاية مباشرة لازم نجيب الزمن الماضي يعني اللاحقة د أو ت فيور دو اخترنا دو لأنه حسب ما يتناسب صوتيا مع اللاحقة فكان عنا اللاحقة يور دو كان يفعل كان يعمل وهكذا رح تلاقي رابط الدرس بتحت بصندوق الوصف أما اليوم رح نحكي عن الزمن قليجيك زمان هكاية سي قليجيك زمان هكاية سي هو أنه رح أدمج أنا الزمن المستقبل مع الزمن الماضي يعني اللاحقة أجاك وأجاك تمام مع الزمن الماضي لاحقته شو رح نختار اليوم اللاحقة ت أو ت يعني رح يكون عنا اللاحقة أجاك ت أجاك ت ليش ت أو ت حسرا لأنه متل ما بتعرفو فستق تشهاب فأنا أختار اللاحقة المناسبة فرح تكون لاحقتنا اليوم أجاك ت أجاك ت شو تعطيني كان سا كذا مثلا كان سيذهب كنت سأفعل كنا سنعمل وهكذا تمام كان سا كذا أو كان سوفا بتوقع بالعربي كان سا كذا يعني فعل تكون أصح تمام فرح يكون عنا بهاي الطريقة مثلا ناخد مثال ونطبقه مع فعل واحد ونطبقه مع جميع الضمائر بكل الحالات مثلا رح ناخد الفعل باك مك بحالة الإثبات أولوم لو رح أقول بان باك جاك تم شايفيها باك أجاك ت واللاحقة ما رح نستخدم لواحق الضمائر الشخصية للزمن الماضي حسب آخر لاحقة عنا رح تلاحظوا أني أنا عم ألفظ باك ما رح أقول باك جاك تم عم أحاول ألفظ لكم باللفظ المتداول باك جاك تم تمام فالأتراك اللاحقة أجاك وإيجيك حرف الآ والآ ما بيلفظوا آ وآ غالبا يعني رح يغيروا إلى رباعي فرباعي يناسب الحرف الصوتي الأخير في الفعل أو ممكن يحدفوه تماما تماما باك جاك تم هيك يعني باك جاك تم بان باك جاك تم سان باك جاك تن أو باك جاك ت يعني أنا كنت سأنظر هوك أنت كنت ستنظر أو باك جاك ت هوك أنا سينظر بيز باك جاك تك نحن كنا سننظر سيز باك جاك تنز أنتم كنتم ستنظرون أون لار باك جاك تلار هم كانوا سينظروا تمام يعني كنا سنفعل الشيء لكن ما فعلنا تمام يدل على هذه الصيغة على أنه فعل كنا سنفعله ولكن يعني كان عندنا نية لفعله ولكن ما عملنا تمام فمثل مملاحظين عم نضيف لواحق الضمائر الشخصية للزمن الماضي لأنه فعلا ماضي بحالة النفي نفي عادي أني أنا أضيف ما و ما لجذر الفعل وبعده أضيف اللاحقة فقط أني رح أحتاج حرف الحماية بين أداة النفي ولاحقة الزمن بان باق مي جاقتم باق ما يجاقتم تمام باق ما يجاقتم ما منحكي هيك لكن هم أقراها مثل ممكتوبة ما و ما هي ذات النفي هي حماية واللاحقة اللي عنا بان باق مي جاقتم سان باق مي جاقتم أو باق مي جاقتم وهكذا مثل مملاحظين أنا لم أكن سأنظر أنت لم تكن ستنظر هو لم يكن سينظر وإلى آخره يمكن رح تشوفوني شوي سريع لانه الدرس فيه تفاصيل وما بدي يكون جدا طويل فلما تشوفوا شي سريع حاولوا انتو ترجعوا الفيديو اسهل مما انا اطول الفيديو عرفتو كيف ابيت فلما ننتقل لحالة السؤال اولوم لسورو او اولوم سورو رح نلاحظ شي انه رح نحن رح نفصل اللواحق طبعا ورح يتغير عنا شي شوي يعني شغلات بسيطة مثلا رح نفصل اول شي رح يكون عنا الفعل زائد اللاحقة المستقبل اجاك واجك بعدها اداة السؤال م او يعني هون عنا م او مي اداتين وبعدها رح اذكر اللاحقة الثانية الزمنية اللي هي لاحقة الزمن الماضي تمام مثلا هل انا كنت سانظر بان بقجاك ميضم خلونا نحكي عنا باك باك جاك تمام الفعل زائد جدر الفعل زائد اجاك واجك م هي اداة السؤال يحماية لللاحقة الث واللاحقة الث هون هي كانت بحالة الاثبات اللاحقة الث هون تغيرت الى الث هذا ما يعتبر تغير اصدقاء الى انه هي اللاحقة الث هي نفسه ولكن فقط يتغير الدائلاتي حسب فستكتشهاب ولكن هي نفسه لاحقة الزمن الماضي وم لاحقة الضمير الشخصي بان بقجاك ميضم تمام فرح نستعمل ميضم ميضن ميضو هكذا مع كل الضمائر وفي حالة السؤال المنفي كذلك الامر متون مشارفين اصدقائي فقط اني ان في الفعل بان باك مي جاك ميضم ألم اكن سأنظر سان باك مي جاك ميضن ألم تكن ستنظر انت او باك مي جاك ميض ألم يكن سينظر هو والى اخره مع جميع الضمار تمام لهون الفقرة هاي كلها اللي عم نحكيها ليش انا ما عم اوقف عندك تير لان كلها مأخودة من قبل حاكي نحن عن المستقبل عن الزمن الماضي عن اللاحقة ميضة عن الضمائر كلها كلها انتو اخديها المفروض يعني لما موصل لهون فقط نحن عم ندمج هدول الاشياء يعني ما عندي ايش جديد حاليا فقط عندي صيغة جديدة ولكن اللواحق والضمائر كلها كلها قديمة نبدأ بالجمل اصدقائي اول جملة معنا بان سني تسلي ادي جاكتم اما فرصات بارما دينكي بان سني تسلي ادي جاكتم تسلي ادي جاكتم تسلي اتمك تمام تتحول الى دي ضفنا ادي جاك ادي جاكتم تمام انا كنت ساواسيك تسلي اتمك هو فعل المواساة وليس فعل التسلي تمام بان سني تسلي ادي جاكتم انا كنت ساواسيك اما لكن فرصات بارما دينكي انت لم تعطني مجال لم تعطني فرصة لأفعل هذا الشيء تمام بان سني تسلي ادي جاكتم اما فرصات بارما دينكي لم تعطني مجال لم تعطني فرصة يعني أنا كنت سأفعل شيء لكن ما فعلته ما صار جملة أخرى سان إصرار إتم سيدن بان قال مي جيكتم أما سني كرمك استمدم سان إصرار إتم سيدن لو لم تصر أنت إصرار إتم سيدن بان قال مي جيكتم هون بحالة النفي بان قال مي جيكتم لم أكن سأأتي لو لم تصر أنت لم أكن سأأتي أما سني كرمك استمدم لم أريد أن كرمك هو الكسر بمعنى ما كان بدي اكسر بخاطرك تماما بهذا المعنى سان اسرار اتمي سيدن بان قال ميجاكتم أما سني كرمك استمدم جملة أخرى أنا جزالان درميجاكتم أما أنا دار سلسون ديبنو يابتم تماما أنا جزالان درمك جزا هي الجزاء أو العقوبة جزالان إنو الشخص يتعاقب جزالان ضر إنو الشخص يعاقب فعل متعدي أنا جزالان ضر ميجاكتم لم أكن سأعاقبه يعني ما كنت رح أعاقبه أما أنا دار سلسون ديبنو يابتم أما أنا دار سلسون ديبنو يابتم لكي يكون له درس بنو يابتم فعلت هذا تمام أنا لم أكن سأعاقبه لكنني فعلت هذا ليكن درسا له أنا جزالان ضر ميجاكتم أما أنا دار سلسون ديبنو يابتم بحالة السؤال ممكن نحكي جملة هل حقا كنت ستترك كل شيء وتذهب؟ تترك بركب يعني بركجاك ميجاك بس ما منعيد خلص منضيف اللاحقة أب هل حقا كنت ستترك كل شيء وتذهب؟ تماما جملة أخرى؟ أصلا سان جبيز برأيك نحن يابتق لرن أفعالك أو أفعالك ونتجاك ميضك هل كنا برأيك هل كنا سننسى أفعالك؟ أصلا أبدا يعني أبدا بالمرة ما فينا ننسى أفعالك تماما سان جبيز يابتق لرن أفعالك هل برأيك نحن كنا سننسى أفعالك؟ أصلا أبدا تمام الصيغة هاي أصدقائي أحيانا كمان تسمعوها مع كلمة هاني هاني بالبداية تجي هاني أنا عامل عليها فيديو شورت قصير بفيكن تلاقوه مع الفيديوهات القصيرة بمعنى على أساس تمام مثلا منحكي منقول جملة هاني بني براك مي جاكتن هاني ينمضك لجاكتن هاني بني براك مي جاكتن مو على أساس على أساس كنت لن تتركني هاني ينمضك لجاكتن على أساس كنت ستبقى معي تمام؟ هاي للتفكير مو على أساس كنت رح تضل معي مو على أساس ما كنت رح تتركني بس حصل العكس يعني الزمن هذا أنه يحصل عكس الفعلي اللي نحن عم نحكي سواء كان من فيه أو مثبت وأيضا أصدقائي ممكن نستعمل هاي الصيغة هذا الزمن بمعنى كان ينبغي أو لم يكن ينبغي مع أنه تحسوا أو كلمة كان ينبغي نروح نحن للملمة يعني صيغة الوجوب كان يجب أن تفعل كذا بس كمان الاتراك بالحياة اليومية بيستعملوا هذا الزمن بمعنى ما كان لازم تعمل هيك أو كان لازم تعمل هيك مثلا بقول لها شخص الترجمة الحرفية أنت لم تكن ستصدقه بس بمعنى بموقف معين بنقصد فيها لم يكن ينبغي أن تصدقه يعني كان ينبغي أن تنتبه لم يكن ينبغي عليك أن تصدقه وكان ينبغي عليك أن تنتبه تماما فممكن تسمعوها بهذا المعنى مو شرط بالمعنى الأصلي يعني هي نفسها ولكن لها كذا صيغة حتى في صيغة أخرى نستعملها بمعنى أو بطلب تخيلوا بدل كلمة استيورم مثلا بقول لما بقول لشخص بدي اسألك شي بعن سنة بصوروا صور ماك استيورم تماما؟ أو الأكثر استخداما هاي الصيغة كثير تحسوها مبتدئة لأشخاص مبتدئين بالتعلم مثلا أكثر شي كيف منحكي بشي صور جاكتم دا بشي صور جاكتم دا خصوصا بهي الصيغة بشي صور جاكتم صور ماك صور جاكتم دا بتضيفه دا هاي الضا بمعنى أما يعني لكن وأسكت هلا بتسألوا كيف لكن ومنسكت وكيف معناها الطلب هاي صيغة هيك كثير مستعملة بالحياة اليومية بالكلام العامي إذا بتكون مثلا بشي صور جاكتم دا الطلب الشخص عفوان الأمامي اللي بيسمعني دا رح يفهم تماما إنه أنا قصدي بدي اسألك شي فرح يقولي بوير بوير تماما كتير استعملوا هاي الصيغة بدي شي مثلا بدي كذا 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 استيجاكتم دا تمام بشاي استيجاكتم دا كنت سأطلبوا واحد شاي ولكن هاي الترجمة الحرفية ولكن هي الشخص كيف رح يفهمه يفهمه إنه أنا أريد واحد شاي بتاني تاي استيورم بتاني تاي استيجاكتم دا هلا رح تسألوا أو فيه أشخاص رح يسألوا ليش هاي مو هاي طرق من طرق الكلام المتداولة تمام دائما نحن جملة واحدة فينا نحكيها بكذا طريقة وهي من الطرق المستخدمة جدا أو مثلا بقول لشخص سانا بشاي سويلي جاكتم دا سانا بشاي سويلي جاكتم دا كنت سأقوله لك هلا نحن الترجمة الحرفية كنت سأقول مو معناها ما قالتك هلا أنا بدي أحكي شغلة تمام يعني كأني عم بحكي للشخص سانا بشاي سويلي جاكتم دا تمام بهذا المعنى أو حتى بدون دا سانا بشاي سويلي جاكتم كنت رح يحكي لك شغلة بس أنا قصدي انه الآن تمام الشخص رح يفهمني طبعا لما نحكي انه شخص رح يفهمني معناته شخص يا إما هو تركي أصلا ورح يفهم قصدي يا إما هو عربي وملم باللغة ونحن لبين ما وصلنا لهذا المستوى معكم فأنتوا بتكونوا لازم ملمين قدر الإمكان أو قدر المستطاع بصيغة كتير يومية تمام إن شاء الله يعني بتكون هيك فما نقول لشخص مثلا قال سانا بشاي سويلي جاكتم هي نفسه قال سانا بشاي سويلي جاكتم تمام يعني مثل ما منحكي انه مثل ما حكيت لكم انه هي طريقة من طرق الكلام أو طرق تعبير عن الطلب تمام فصيغتنا اليوم صيغة جدا 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 مهمة شفتوها انه نحن نستعملها بكذا طريقة للجمل للتذكير لشي كان بدنا نعملو أو ما عملنا أو العكس كنا ما رح نعملو وعملنا تمام أو حتى بطريقة الطلب وهي كلها ملاحظات لازم تاخدوها بعين الاعتبار وتحاولوا تستعملوها أصدقائي إيش تدارسي مزبويدو كان هذا درسنا لليوم إن شاء الله يكون درسنا سهل وبسيط إن شاء الله استفدتم منه إن شاء الله الدروس الجاية كلها على نفس النمط تقريبا يعني كذا درس رح يكون كلها هي إزمنة مشترك يعني بيلا شك زمان لار هي إزمنة مدمجة سوا تمام إذا عندكن أي سؤال أو ملاحظة اكتبولي تحت والتعليقات وضلوا دامنا بخير مع السلامة